لا يزال المواطن العراقي يدفع فاتورة ثقيلة جراء الفساد الحكومي الذي استوطن في مؤسسات الدولة هنا في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين تبقى هذه المخططات التنظيمية شاهدة على مقدار الظلم الذي تجرعه المواطنون عقب عمليات التلاعب والتزوير بملكيات الأراضي التي يملكونها بسندات وقيود عقارية نظامية تعذرت هواي ناس من المجيء إلى مدينة سامراء لتفقد قطع عراضيهم مما أدى إلى بعض ضعفاء نفوسة إلى تزوير مستمسكات وعقود بيع وكالات مما أدى إلى بيع القطع ووقع بها المواطن أو الضحيل وتروي قاعة هذه المحاكم مدى خيمة الأمل التي عاشها المواطنون الذين يستطيعوا التصرف بعملاك كانوا يظنون أنها أصبحت لهم وما لبثت أن اتضحت أنها مجرد سراب هذا المواطن دم قلبه فلوسه راحا راح القطع ولذلكها مبنية بيت صارت بغيره وبغيره وبغيره وعدة جلسات عن طريق المحاكم هذه التجاوزات المتكررة يقول العراقيون إنه لا بد من تنظيم السجل العقاري في سامراء من جديد وإصدار القضاء حكمه بالقضايا العالقة فيعني إذا هناك شيء قرار نحن نأيد هذا القرار وندعم هذا القرار في سبيل يتنظم الطاب سامراء وطاب صلاح الدين كله يترتب ويتنظم السربي عمل نظامي محترم وفي حين أعلن القضاء في العراق أحكام غيابية بالسجن تصل إلى 14 عاما بحق موظفين في دائرة التسجيل العقاري بمدية سامراء يؤكد المواطنون أن هذه الأحكام متأخرة وغير رادعة بعد هروب المزورين إلى خارج البلاد بينما تبقى التعهدات التي تطلقها الحكومة لمحاربة الفاسدين مجرد الدعايات الانتخابية في وطن بات يباع ويشترى من قبل سياسيه ترجمة نانسي قنقر